شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الضلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة ومنع تصيد العاملات العسكرية في رفح الفلسطينية جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوغست لوجر حيث جدد الرئيس السيسي رفض مصر التام لأية مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوغست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعضوية عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لأفاق أرحم لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي وفي ذات السياق سمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة وقد تناول لقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تكفيف منامع الإرهاب والتطرف اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإغاثية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة وقد أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مجدداً رفض مصر التام لأي مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما توفق الجانبين خلال اللقاء على خطورة تساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة موسيقى